الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صح فهمك وفي هذه الحلقة الطيبة المباركة في هذه الليلة الطيبة المباركة سأقوم بتصعيح مفهوم في غاية الأهمية نعم قلت سأقوم بتصعيح مفهوم واحد في هذه الحلقة إن شاء الله لكن المفهوم هذا يهم الجميع يهم الأمة بأسرها القضية ما هي؟ ما هو المفهوم؟ المفهوم هو تسمع بعض الناس يقولون هذه صارت أسوأ أمة صارت أسوأ أمة طبعا ما يتكلم عن كلمة صارت أسوأ أمة لا يتكلم يعني ما احترامي في عاقدياتها أو كذا لا يتكلم عن أنها صارت أسوأ أمة أي أنها صارت خلف القطار بل سقطت خلف الأصفار في مستنقع الجهل والتخلف والتبعي بمعنى أن هذه الأمة رجعت إلى الكثير من الصفات الجاهلية من الصفات الجهلية لكن عقيدتها صحيحة بمعنى أن هذه الأمة غير متقدمة لا في الصناعة ولا في التجارة ولا في التقدم التكنولوجي ولا في العلم التجريبي ولا هي متقدمة في أي شيء من المجالات بل متأخرة متخلفة عن الراكب والمعلوم أن الحضارة تقوم على قدمين أن الحضارة تقوم على قدمين القدم الأولى القدم العلم التجريبي الثاني القدم الأخلاقي الروحي وذلك بنقول الحضارة دائما لها متكئين المتكئ الأولاني بنقول عليه علمي الثاني أخلاقي روحي العلمي خلاص الأمة فيه متخلفة بدليل أن الغرباء وصل إلى القمر وصل إلى كيط وصل إلى المريخ وصل إلى أماكن فضلا عن التقدم في كافة العلوم بدليل إحنا الوقت ما احترام إما بني ننظر إلى الأجهزة التي نعيش يعني بإذن الله جل وعلا في نعم تخرج منها بإذن الله جل وعلا نراها من عند هؤلاء لو قد تبص للكمبيوتر لو قد تبص لكل أصل اللي جيب لك الانترنت أو الشبكة العنكابوتية اللي قد تبص محترام الطائرات السفن الماكيت كيت أي حاجة جاء من عند هؤلاء ولكن ما بنفيش إن فيه رؤوس عربية ورؤوس مسلمة وسط هؤلاء ليه؟ لأن الغرب دائما يشتري الرؤوس لكن معها الانتماء معها الانتماء أنت متفوق في بلدك تعالي هجهز لك كل شيء هدعمك بكل شيء هوفر لك كل شيء عشان تتقدم وتبقى فيك شيء كويس جدا بس اللي صالح بلدي مش اللي صالح بلدك بلدك موفرت لكش أنا بقى أبقى ووفر لك أنت بتعمل لبلدي أنه ثانيا الانتماء بتالعلم دي يكون للبلد اللي انت فيها اللي أغداقت عليك وأعطتك ووفرت لك كل شيء ولذلك أخذوا العباقرة من العرب والمسلمين أخذوا الكوادر من العرب والمسلمين أخذوا كل هذه الرؤوس ولذلك ساهمت مع رؤوسهم فكان لزمن عليهم أن يرتفعوا بحضارتهم إلى الصورة التي نراها الآن إنما إحنا لا حول ولا قوة إلا بالله بالنحية العلم التجريبي تعالي بقى للشق الثاني الشق الثاني اللي هو الشق الروحي اللي هو القيم على النواحي الأخلاقية الغرب لم ينجح فيه كثير لم ينجح فيه كثيرا كذا حتى بالنسبة للمطال العربي بالنسبة للمطال الإسلامي اللي دينها مع احترامي هو الدين الوحيد من عند الله جل وعلا نعم إن الدين عند الله الإسلام الدين الذي اختاره الله لنا في حياتنا ونموت عليه بمعنى نعيش عليه ونموت عليه حتى نكون من الفائزين ولذلك نحن ننظر في قول الله جل وعلا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين تجد تموت بقى هو تنظر في قول الله جل وعلا عشان تأجد إنه دا الإسلام دا الإسلام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيضا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله هو دي حتى في الآخرة إن جد بغير دين الإسلام أنت خسرها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين ولذلك إنت ربنا أعطاه كل هذه الأمور لكن العرب والمسلمين ما استثمروا هذا فلا نجحوا في هذا ولا نجحوا في ذاك لا نجحوا في هذه ولا نجحوا في تلك طيب يبقى اللي بيجي أقول لك طيب دي أسوأ أم وكيت وكيت بنقول له حذاري إنك تقصد بها نية في السوء هنا عقدي أو ديني لا أنت معك الدين الحق معك الدين الحق معك القيم معك إلى أغرى ذي الأمور لكن لو كنت بتتكلم عن السوء هذا بسبب يعني أن الأمة تخلفت عن ركب الحضارة فضلا عن أنها حاكت الغرب وحاكت يعني الشرق في الأمور غير الأخلاقية والقيم غير الأخلاقية إلى آخره فالله أعلم يعني برجع لكلام أهل العلم يعني من قال هلك الناس معلوم أن لو كان هذا على سبيل الوعظ والإنذار وبيحذر إلى آخره هذا جائس لكن لو كان بيقولها من باب والعياذ بالله بقى أنه بيعمم وأنه يقصد بذلك أنه يستحل النفس وأنه يفعل كيت وأنه يدعو إلى كذا هذا والعياذ بالله فهو أهلكهم فهو أهلكهم لكن إن كان من باب إنه ينذر الأمة إنه بيخطر الأمة إنه بينبه الأمة إنه بيحذر الأمة إنه قلبه على الأمة هذا لا بأس به لا بأس به إذا كان من العلماء والدعاة وما شابها ذلك طيب خلاص واحد تاني يقول لها ده الأمة بتاعتنا دي ما فيش أفضل من كده وكده 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 برضو بقوله الكلام ليس على إطلاقه لأن الإنصف مطلوب إن كنت تقصد إن يا الأمة اللي على الحق وعلى الدين الحق نعم هذا ليس فيه جدال لكن لو تقصد الأمة مطلقا في كافة مناح الحياة الأمة لا مش نجحة في أي شيء من مناح الحياة حتى في الدين لم تنجح في تطبيقه ولا حتى القيام على مبادئه وقيمه خلي بالكم عاية جدا طب المخرج إيه يعني أنت لا معل بقوله إن دي أفضل أمة ولا معل بقوله أسوأ أمة تعالوا نرجع كده لقول الله جل وعلا في آل عمران الآية 22 كنتم خير أمة أخرجت لك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ركزوا معي جدا ما ربنا يقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس ما أفش أشوف اللي وراه ما بعده يفسروا ما قبله كنتم خير أمة أخرجت للناس بسبب إيه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خلي بالكم معي جدا طيب هل الأمة كلها كنتم خير أمة أجي بقى للحشاشين الوقت وأقوله كنتم خير أمة أجل الناس اللي مشي أخذ يعني في الأشياء المسرطنة واللي بيضمروا الشعوب والسفاحين والقتلة وقالهم كنتم خير أمة أجي لي اللي عادين يفجروا أحزمة ناسفة وقالهم كنتم خير أمة أجي للتكفريين وقالهم كنتم أجي للدرويش اللي عادين يقبلوا الأعتاب وكيت ويبوسوا وكذا ويأكلوا استغفى العظيم قذارة الآخرين وقالهم كنتم خير أمة أو بيطفوا حولان الموتة لا ما يدارش أقول لدول أبدا طيب أجل النصابين والمرابين والمحتالين والمجرمين واللي بيثبتوا العلم في الشوارع وما بيصلوش ولا سمعوا حتى عن الصلاة ولا دخلوا المساجد وقالهم كنتم خير أمة لا قف الشغل الدرويشة ده الهالة العلم علم لذاك أنا بقولك أنا بصحح لك مفوم ليه لا أنت كنت تسمع مع احترامي إحنا أفضل كدو لا لأسباك من دعائي اللي يعملش تتغلوا هذا الشغل كلام غير علم على الإطلاق خلي بالكم كنتم خير أمة أخر جت للناس قال ابن عباس هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الصحابة ليه يا جماعة لأن معلوم أن أفضل الأمة بعد رسول الله أصحاب النبي أفضل الأمة بعد سدن النبي هم الصحابة خلي بالكم من دي واذاك سدن النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قارني ثم ثم خلي بالكم معايا جدا لكن الخيرية اللي بعد على طول خير القرون قارني بعد كده ثم خلي بالك ثم أنا وقت العطف ولكن ثم توفيد الترتيب مع الطراخ خلي بالك معاه جدا ولذلك شك الراوي أقالها يعني اثنتاني ام ثلاثة إلى آخر أيضا يا جماعة ما جاء في فضل الصحابة في دلالات الكتاب وفي دلالات صحيح السنة يبين أن الله رضي عن هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم رضي عن هؤلاء خلي بالك معاه ولذلك هم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحوا بالمهج والأرواح وكل ما يمتلكون في سبيل النشر الدين والحفاظ على الإسلام وإيصاله لنا بإذن الله جل وعلي ولذلك قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال بعضهم فاسين زي ابن كثير وغيره رحمهم الله يقول لك ومن سار على ضربهم ومن سار على ضربهم أي من كان متابع عنهم إلى يوم القيام اللي يكون بيعمل عمل الصحابة ويكون على منوال الصحابة وبيسير على ضرب هؤلاء نعم إما بتلاقي اللي والله إما لأقي ناس على ضرب الصحابة إما لأقي ناس على ما كان عليه أصحاب النبي يعني هم على ما كان عليه أصحاب النبي قولا وعملا واعتقادا أقول لهم أنتوا كذلك لكن من اللي يتألهم كنتم خير أمة أخرجت للناس أصحاب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي يقبها محترامي ويسير على نهجهم ويسير على ضربهم ويقتل بهم إلى آخره بنقول له والله كنتم بسهمين ما أقدرش تزكي على الإطلاق ولا أقدر أعرف أني على الإطلاق ولا أقدر أميز المرأي من غير المرأي إلى آخر هذه الأمور إذن من كان على ضرب النبي على ضرب الصحابة من كان على ضرب الصحابة مقتديا بالنبي مهتديا بهدي النبي فهو على ضرب هؤلاء بمعنى آخر القروة بتاعنا صلى الله عليه وسلم هو النبي ليه؟ لقول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم معانيتهم حرص عليكم بالممن عفو الرحيم دا سيدنا النبي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم معانيتهم حرص عليكم بالممن عفو الرحيم الدلال الوضحة أوي فأنه هو القدوة لنا دون ما سوى أو بنقول حينما تنظر إلى قول الله جل وعلا والآية هنا صريحة يعني أواضح وضوح الشمس في كبد السماء في تبيان أن القدوة واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم بنقول الذي يرجو الله واليوم الآخر يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم ركزوا معايا جدا الكلام دا غاية في الأهمية واني ببطء ومش بسرع معاكم هم عشان المعلومة تصل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمين؟ لما كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا دا القدوة دا القدوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ دا المعصوم دا المعصوم صلوات ربي وسلم عليه وبعدين احنا أمرنا باتباعي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله احنا أمرنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن اتباع النبي هو النجاة هو النجاة وخلي بالكم إما سنة النبي يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الرشيدين المدينة من بعد يعضوا عليها بالنواجد الآخرة إحنا مأمورين بكده مأمورين بكده فالي يتبع النبي ويهتدي بهدي النبي ويقتدي بالنبي وبعدين يكون على ما كان عليه أصحاب النبي رضي الله عنه وارضاهم قولا وعملا واعتقادا بنقول له أنت من الأمة الخيرية كنتم خير أمة أخرجت الناس واحده اللي استنى يا بولانا مش الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيمة نقوله ما حصلش ما مش حدث صحيح ليس بصحيح النبي ما قالش كلم ده النبي ما قالش هذا الحديث خلي بالكم معايا جدا أنك تول خير فيه وفي مكانش النبي قال خير القرون قرني ثم ثم بعد كده بقى يبين الله يجب بقى من أهل الفساد وشاط الزور إلى آخر هذه الأمور لكن قال مثلا ثم ثم إلى يوم القيمة ما أبدا أبدا ده النبي أهل ستكون في التهاند كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرة يعني حاجة عجيبة جدا واسبع الرجل فيها ويمسي كافرة خلي بقى يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكذب إلى آخره النبي بين كل هذا الكلام ما ديش بات قول لي أو أصلي أو الخير فيه وفي أمتي إلى يوم لا في النبي آه هناك فيه الخير في الأمة كلها لا مش في الأمة كلها لكن هل يبقى أخيار في الأمة فهي أعرف الأم لا تخلو من أخيار لا تخلو من أخيار يعني من حديث يعني بالنسبة لمن حسنها لا تزال طائفة من أمتي إلى آخر يبقى أخلي معاه يبقى عشان نتفق مع بعض كنتم خير أمة أخرجت الناس دول أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب اللي بقى يقترب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقترب هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكون على ضرب الصحابة قولا وعملا واعتقادا بنقول هو من الأمة دي هو من الأمة دي إنما تعمم لي لا يا حبيب لا يبقى هنا خرجنا من اللي بيغالي ويمدح واللي بيذم ويقدح بنقول لا لا هنا ولا هنا خلي بالي وأنا مجد أتكلم عن الأمة عن حالها الحين ما احترامي أمر مشهين أمر مشهين لأن الأمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معلمه من خير إلا ودل الأمة عليه وما علمه من شر إلا ونهى الأمة عنه والأمة سبحان الله أي أمر في القرآن أو من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للنجاتها تلاها مع النهية نهية تلاها مع الأمر حكس يعني مثلا خلوا على سبيل المساء واعتاصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الأمة الوقت لا 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 تفرقوا ولا تعتاصم ده حتى في البيت الواحد لا حول ولا قوة إلا بلا ده حتى في البلد الواحد في الدولة الواحد انقسانات تعالوا بصر المنطقة العربية والإسلامية هتشوف كل حاجة خلي بالكم معي من دي أهو أي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تعالوا بصر روحوا المحاكم شوفوا على سبيل الدول حتى في المنطقة العربية وكيد ما اعتراموا التعاون على الإثم والعدوان فين التعاون على البر والتقوى إلا قليلا خلي بالك بقى من اللي جاي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الأمة لا تتنازع وتفشل وتذهب ربنا بينهك عن كده ولا تنازعوا لأنك لو تنازعوا اللي حصل فتفشلوا وتذهب رقوا لذاك الأمة هي هذه حالة هذه حالة ما اعترام مجموعة زي اليهود اللي جايين من الآفاق مثل الآفاك لا من الآفاق اللي جايين من الآفاق قدي كده يعني عدد السكان حتى باللعدين يجاد ينسوهم ليل ونهار ستة مليون ما هيش قد محافظة من محافظات مصر ما هيش قد محافظة يعني ما نجل بص للغقيرة تعمل كاذا دولة من دي كاذا دولة من دي المنصر أكبر من المنصر ستة مليون ونص دول ستة مليون ورغم ذلك بسبب التقدم في العلوم التجربية وبسبب دعم الخارج كذا إلى أخيره ما اعترام يعني وبص الواقع الأم بتقدر تتحكم في مصر أمة بأسرها مقدسات الأمة تحت إيديه هناك في الأرض المقدسة في بيت المكتس مش قادرين وبالعكس كمان تشايفين الواقع مش عزة تشرحه أكثر من كده دولة محتلة مع احترام غير الأماكن ثانية محتلة تحت أقدام هؤلاء ورغم ذلك اعدامات ميدانية للفلسطينيين وبعدين مع احترام استلاء على الأرض يوميا بناء مستوطنات جديدة على الأرض الفلسطينية يوميا يعني تجريف الأرض الفلسطينية يوميا واللي يتكلم يتآتل إلى أغرى ذلك ولا قيمة ولا حتى لمليار وتمنمائة مليون ما نومش أي قيمة على الأطلاق عندها هؤلاء فالقضية لو أن الأمة كانت متمسكة بدينها متبعة لنبيها مقتدية من نبيه صلى الله عليه وسلم مقتدية بهديه وكانت على ضرب الصحابة ما كان هذا أبدا لكانت قوة لا يستطع أحد أن يطمع لا في مقدراتها ولا في أرضها ولا في شيء منها على الإطلاق ولكن عشان أمة متفرقة أمة متشرذمة أمة متهالكة وانشغلت حتى من الداخل حتى الطيار الدين اللي كان يرجع منه انشغل دي جمعت كذا ودي جمعت كذا ودي طيار كذا ودي جبهد كذا إلى آخر رغم الإسلام ما بيعترفش بالكلام دي الإسلام أمة الإسلام أمة ولما لا المسلمون يعبرون ربا واحدا يتجهون إلى قبلة واحدة كتابهم واحد نبيهم الخاتم واحد حجهم واحد ورغم ذلك متفرقون متناحرون متنازعون وحق فيهم قوله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ففشل وذهبت ريحهم خلي بالك أمتنا دي الأمة في البداية كانت نورا للأمم كانت نورا للأمم وحق فيها قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خلي بالك معاه جدا الأمة دي كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو للخير وتسوق الناس جميعا إلى مرضات الله جل وعلا أوما كان شعارهم خرجنا كي نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام دا دا كان شعارهم دا كان شعارهم أيضا أمة ضحت الأمة الأولى ضحت بالمهج والأرواح والأبدان وسفكت دماؤهم في الأقطار والأمصار لإيصال هذا الدين إلينا حتى وصل إلينا هذا الدين بإذن الله جل وعلا وهذا الحق وهذا النور أمة بسبب صدقها وإخلاصها مكن الله لها وجعل أذانها يرتفع فوق المآذن في إفريقيا حتى وفوق الكنائس ولذلك صدق القائل لما قال من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحار بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نار كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبار لم نخش طاغوط يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوار ندعو جهار لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار لكن أين نحن من ذلك الآن خلاصته هذه الأمة نشرت العلم ونشرت الحق ونشرت الهدى في أرجاء الكوكب الأرضي لما كان أهل الأرض يعيشون أي كان الغرب يعيشون وغيرهم يعيشون في ظلمات الجهل والتخلف الإسلام أدخل عليهم نورح ولذلك عاشوا في ظل ونور الإسلام لكن الآن الأمة العربية الإسلامية أو الأمة الإسلامية بسبب عدم تطبيقها لمنهج الله جل وعلا بسبب عدم اقتدائها بسن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عدم تمسوكها بشرع الله جل وعلا إلى آخر هذه الأمور وبسبب تركها للأخذ بوسائل التقدم والوصول إلى قمة العلم التجريب وبالنسبة لتنبلتها واختلافها إلى آخر هذه الأمور صرحة للأمة جهل ومعاناة وقتال وحروب أهلية ووكلاء يعملون من داخل هذه الدول لصالح الأعداء ووكلاء يعملون لصالح الأعداء والوكلاء هم اللي تلون كله شوى على الفضائيات أو منصات التواصل الوطني الإنسان يكون وطني الوطنية وهو بايع كل شيء باع كل شيء إنما المسكين اللي عنده وطنية حقيقية المسلم الحقيقي الطيب النقي التقي لا يتكلم على الإطلاق وبس ما يقدرش يغني ولا يطبل ولا حتى بيصل إلى الأماكن دي خلاص الأمة دي صارت مخترقة فيها طابور خامس باع الدين والدنيا ودمر وخرب ووقف مع العدو ضد الدين والأوطان كل يوم يشككوك في الدين يشككوك في الأصول والثوابت يجب لك كل يوم قصص مجذوبة عشان تشيطن سرط الصحابة تشيطن سرط التابعين تشيطن سرط الأيمة الأربعة يومية وهم الذين باعوا الدنيا والدين باعوا الأوطان هؤلاء طابور خامس خليب لكم معي فرضا عن الغلاء والبلاء والشدة والمعاناة حتى صار الكثيرون يتمنون الموت من شدة المعاناة صار الموت سلعة غالية ولو كان يباع لاشتراه الكثيرون ولو كان الموت يباع لاشتراه الكثيرون ليه لأن الأمة زي ما قلت لكم تعيش فتنا كقطع الليل المظلم تبديع ده حتى فسط طار الدين اللي بيرجى منه تبديع تفسيق تكفير أحزم ناسفة نواعش روافض روافض نقولنا الشر من الشيات الرافض اللي نسهبوا نفسهم للإسلام والكلام ده روافض وحرب على الأصول والثوابت من طبعا المستأجرين في وسائل الإعلام المستأجرين المرتزقة الذين يشككون الناس في الإسلام فضلا عن السنوات الخدعات التي نعيشها الآن كل كاذب ويكذب الصادق ويقون الأمين ويؤتمن الخائن وينتقر ويبضى لا حوله ولا قوت والله يبين عيشها والله نعيشها والله نعيشها الآن خلي بالك ده فضلا عن إيه عن ضياع الأمانة فضلا عن ضياع الأمانة حيث وسد الأمر إلى غير أهله ما كان الأمانة في الحرامي في أنواق عند المسلمين في البقاع في موطن الأمانة لس اللي في موطن الطهارة والعياذ بالله قوات إلى آخر هذه الأمور بل غير ذلك كاسيات عاريات ونجوم المجتمع هم السفهاء نجوم المجتمعات يعني العربية الإسلامية هم السفهاء وتفتكر لاني بقول لكم من 11 سنة أو أكثر نحن في زمان كلما كان الإنسان فيه تافيها كان نجما وكلما زادت تفاهته عالت نجوميته وأنا عايزكم تشوفوا الناس يبتأخذ على مواقع التواصل الاجتماعي الوقت أعلى لايقات وعلى كيد التفهيل إلا مراحمة ربي مش بعمم مش بعمم ولا بخصص في حدي بعيني لا شوف كده موقع مقطع جنس صغير خالص ملايين دفعية للوقت بدأت تلعب بالدين بشكل قذر بشكل قذر وما أصل اللي بصلوا اللي عارفوا ربنا يعملوا إيه يقوم جايب لك الوقت الشباب وروني يقوم جايب لك رقصة شبه عارية وقاعدة ترقص وموقف في القذر يعني معاه ويقوم قال لا حول ولا قوة إلا بلا أستغفر الله العظيم أما أنا لهؤلاء أن يتوبوا بقى أنت بشغل دي ونقلها عندك وتقوم جايب لك ثلاثة أربعة مليون عشان ترتزق من وراه ملسوح وتقوم هاي الكات يقوم واحد تانو واخدها منه ويقوم قال لا أستغفر الله العظيم اللي كان بيعترض على هذا يقول لا أستغفر الله العظيم واني جدد توبتنا والناس يقولوا لا حول ولا قوة إلا بلا إحنا في مجتمع درواش ولا إيه ده درواشة ده استهبال ده قل فيه أي مصطلح من المصطلحات بتاعت المرتزقة ده إجرام ده متعدي على الدين بس خلي بالكم لو فيه رقابة لو فيه رقابة تحفظ للدين كيانه وربي ما كان الكلام ده أبدا ولا الإجرام ده على الدين ولا اللي بحربه في أصول وثوابت الدين أربعة وشان ساعة بدليل ما فيش واحد من دول يقدر يجيب صورة يعني حاكم مالك أمير بتاعت أي حد ويعمل عليه كده على الإطلاق ما يجرؤش ليه هيلاقي المحسبة في اللحظة إنما يسب في ربنا يسب في الرسول يسخر من الإسلام يجيب الكلام ده يستهبل بنمط إنه بيدعو لله جل وعلى كات لا 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 الأمر والعياذ بالله والعياذ بالله والزيك وربنا مش رضي علينا مش رضي علينا كمان بغي طيب أيضا فضلا عن في عصرنا هذا أصلا كثرة الكذب وعنم التثبت في نقل الأخبار لا حدث عن هذه ولا حرج كثرة الكذب ده السلعة الآن ما بتبعش إلا بالكذب إلا ما رحمة ربي ما بعممش أي شيء في التجارة عادوا بيعتبروا فهلاوة وزكاء وكيت وبدو فيه دورات كمان إزاي تكذب إزاي تكسب إزاي تكسب الآخر هذه الأمور بقى كذا الناس 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 أساليبها كلتها من باب يا أخي اللي يقولك تستعمل المعارض وكيت وما بروحش عن المعارض والحق وكذب الله وبعدين المعارض دلوقتي يجري اللي مش معارض ويجذب عليه ويفترع عشان يشيطانه وإيه اللي هو في منطق الكات يقوم جاء على المعارض برضو ويه شيطانه لأنه في إيد وكل شيء إلي آخر دلوق وعدم التثبت في نقل الأخبار الشائعات تلقى بتجري زي النار زي النار ليه المجتمعات اللي الأرض فيها بور المجتمعات اللي فيها نسبة التخلف عالية جدا المجتمعات اللي بيكون فيها الرؤوسهم السفاء اللي آخر هذه الأمور الشائعات بتجري فيها جراني النار في الهاشين ده فضلا عن بقى الغيبة والنميمة وعدم الرحمة رغم أن سيدنا النبي بقى وعدم الرحمة دي اللي أكر على بقى سيدنا النبي بيقول من لا يرحم لا يرحم الحديث في الصحية سيدنا النبي بيقول من لا يرحم الناس لا يرحمه رب الناس طب انظروا إلى حالنا بقى دي في زمن الغلاء والبلاء الأصل إن احنا نتعاون وتعاونوا على البر والتقو الأصل رحماء بينهم الأصل من حديث مثل من في تواديم وتراحم وتعاطف كمثل الجسد واحد لكن انظروا تعالوا بقى التجار في الأامل اللي فاتت دي الأامل اللي احنا عايشينها دي مثلا في أي دولة أي دولة تعالوا اللي عنده سلعة وسمع عن أن ما احترام يعني ها اللي بقى تعويم إلى آخر هذه الأمور احتكرها شوفوا تجار الرز أول ما الرز كده أم كله احتكر إلا ما رحم ربي كله احتكر إلا ما رحم ربي وليه عشان يحبس بات ويرفع الأسعار لو لن فيه ضغط على كده إلى آخر هذه الأمور يقولك لا لا أنا الفاتورة الوقت غير بالليل والوقت ما ببيعش ليه مستني يرفع وهو تارس المخزن بتاعته بملايين يستثمر بقى ده من دماء الفخراء واحدة مسكينة بتجهز بنتها واحدة مدينة بتجهز بنتها واحدة مش لقيتها كل بتجهز بنتها إلى آخر هذه الأمور بل لما جمل الاجتماعي اللي فات وقالك مع صندوق النقدي الدولي وبعدين إن ممكن الجنيه هيحصل كذا والحمد لله ما حصلش حاجة إن كان يقولك ده يوصل 38 حصل إيه تروح اللي بتقول أجهز المسترر الكلام دي تطرق عايز يقولك لا لا النوع ده مش موجود النوع ده مش موجود ليه مستنى عشان يربط على السعر ده بالليل ويتبح الناس ويتبح الناس لا حول ولا قوة إلا بالله مش كده بس يوم هده باني مفاكر كان يوم خميس ليلة الجمعة كان الجرام بيتبع بكام واحد وعشرين بألفين وخمسين وتروح يقولك لا لا ما عنديش كمان ليه أصحنا ربطنا على الثمانية وثلاثين أنا بقى كنت بعد أجيب لحد من أفراد له صرت حاجة وصار قال لك لا ما عليش يا أصح الفين وخمسين وإحنا ربطنا على الثمانية وثلاثين رغم ما حصلش ولا كان حصل تعويم ولا الجنيه حصل حاجة لكن ظلمها تخيلوا بقى مجتمع كل واحد قاعد ما احترام يمص دم الآخر كل واحد منتظر فرصة عشان يبرك الواقف وينيم اللي جالس ويدمر كل واحد لك أنا ومن خلف الطفان ده يا ربنا ربنا يا رحمنا إزاي ربنا يا رحمنا إزاي طيب مش كده بس يا جماعة اللي أنا عايز أقوله شوف بقى الطبق البيض البيض شوف الطبقة دي ما عادش في متناول الفخرة كله اللحمة بقى دي الأسعار كده الأزمة فينا يا جماعة الأزمة أزمة شعب الأزمة أزمة شعب ما بنرحمش بعض ما بنرحمش بعض وبيقولك فلان ماشي لكن انت برضو انت هو تم تخلوا فيه رحمة احنا مطخنين نتخل فيه رحمة فيه ما بيننا فين وتعاونوا فين يعني مثل من في تواديم وترحمون وتعاونوا كمثل الجسد الواحد نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا قص على كده بقى المهن والكلام ده لأن الوقت امتهت تقريبا فأسأل الله لداية لي وللجميع والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته